ثمنت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بترحاب بالغ لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وما جاء فيها من توجهات وكذلك الدعوة لحوار وطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بما يصهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر وضفت تنسقية أن الحوار الوطني هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب وهي تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف من خلاله تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية كما عربت التنسقية عن سعادتها بما جاء من تكلفات للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارع القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتية من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين والأجيال القادمة كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثله خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتقدر التنسقية تكليف الرئيس باستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين المصريين في ظل الأزمات والتي تواجه الاقتصاد العالمية